بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين مع كنز جديد عظيم من كنوز السنة لا أعلم أكثر الناس تكلمت قبل ذلك عن الفضاء العظيم لقراءة سورة ياسين نضيف اليوم فضيلة جديدة لا أعلم أكثر الناس روى الإمام التبراني موقوفا على أنس بن مالك وأيضا رواه الإمام السيوطي في الدور المنصور عن أنس بن مالك راضي العنو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من داوم على قراءة سورة ياسين من داوم على قراءة سورة ياسين كل ليلة ثم مات شهيدا طبعا قلت الحضر لكم قبل ذلك اقرأوا ياسين على موتاكم هذا حديث صحح حسنوا الإمام الشوكاني وصححوا أيضا الإمام السفاريني رحمه الله وهو حديث حسن صحيح بعض رماء تقرأ على الميت أثناء الاحتضار وبعض البعض قال تقرأ على الميت بعد الموت الناس قالت ساعة الاحتضار خذوا بأن هناك أثار أن فيه صحابي قرأت عليه وكان يعني كان يعاني من ساكرات الموت فلما وصلوا للآية فقرأ أحد الناس على رأسه سورة ياسين هو أثناء الموت فخرجت روحه سهلة في الآية رقم 40 روى آيض عن سيدنا كعبد بن مالك وروا الإمام البهيقي في الشعب عن أبي قلابة حديثا مرسلا موقوفا على أبي قلابة وابي قلابة من كبار علماء التابعين ولا يقولوا ذلك إلا عن علم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسوله أنا قلت ذلك قبل ذلك أن أصحاب الكبار التابعين أقوالهم أن أقوال كبار التابعين مؤتبرة مؤتبرة عند علماء لأنهم عصروا أصحابه وأخذوا منهم العلم فأب قلابة يقول أنها ما قرأت هذه السورة على رأس الميت يعني إلا في ساكرات الموت إلا خارجت روحه سهلة وما قرأت إلا على امرأة متعسرة في المخاط إلا وأسخاء وتأثرت أو مخاضهم ولك بقراءتها قراءة 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 القرآن عشر مرات وإنها قل بقرآن فذلك كبير كثير ذكر أنها أنها لها فضل كبير في قضاء الحاجات إن شاء الله إلا الله لأن قضاء الحاجات لا يوجد أقضاء لأن الإنسان هو في حالة ساكرات الموت أعظم شيء أو أعظم حاجة له الجنة ورحمة الله رب العمي سبحانه وتعالى وخروج روحه سهلة فقراءة سورة ياسين على الميت أثناء الاحتضار هذا معنى تسير خروج الروح وتسير الولادة هذا معنى قضاء الحاجات إن شاء الله رسول الله وإن شاء الله شكرا محمد كذا فإذا سورة ياسين لها فضل كبير أولا هي قلب القرآن لك بقراءتها سواء بقراءة القرآن عشر مرات إذا دومت على قراءتها كل ليلة أموت تشهيدا لها فضل كبير في قضاء الحاجات لا لا حاولا أكوة بالله بلاء ولا ولا منقب أخصا كثير أنا حكتب لكم أنا جمعت لكم كل الأحاديث وإذا قرأت على الميت بعد موته فهي رحمة الله نحاولا أكوة بالله بلاء هناك حاديث في فضلها نحاولا أكوة بالله إن من قراءها ومات شفعه يوم القيامة شفعه الله تعالى يوم القيامة في أكثر من مضر وربيع يعني يشفع في عدد كبير جدا من الناس قبيلة مضر من أعظم قبائل قريش وقبيلة ربيع يكون لك شفاعة يكون لك شفاعة يوم القيامة في عدد كبير من الناس إذا لها منقب لا تحصل لها منقب في قضاء الحاجات وتيسير ترسير الكربات وصبب قراءة القرآن عشر مرات والحصول لمنزلة الشهداء يوم القيامة يوم القيامة يطلع عليها فإن شاء الله أنا أطمو مؤمن لصحة هذه الأثار يريد نواصل على قراءة سورة ياسين يوميا أو كل ليلة للحصول لأهل هذه المنزلة وتقرأ على الموت ولأنها قلب القرآن قول قول هذا أستغفر الله ركب تشويش تفعيل نجرس واشتراك في قناة السلام عليكم جديد وسعيدنا شكرا 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 شكرا